السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة هنبدأ مع بعض منهة كنكت بلس هنذكر مع بعض ان شاء الله اشرحهم معكم بطريقة سهلة وبسيطة لكن قبل ما نبدأ اتمنى من حضراتكم توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات علشان يوصل للكل والكل يستفاد لو اول مرة تشوفوا القناة لا تنسيش الاشتراك في القناة ان شاء الله اي فيديو انا هعمله خاص بالمادة هتلاقوه موجود في اول تعليق مثبت تحت الفيديو اذا كانت التعليقات مفتوحة اما اذا كانت التعليقات مغلقة فهتلاقو اللينك موجود في قوائم التشغيل تمام نبدأ مع بعنوان جينت وان بعنوان live in my world يعني الحياة في عالمي تعالوا نبدأ بالليسون وان بيقول a great trip رحلة كبيرة او رحلة عظيمة جايب هنا اهم الكلمات وطبعا الكلمات دي كلها اخذناها في منهج الساينس يعني كلمات مش جيدة علينا عندنا اول كلمة اكو سيستمز معناها الانظمة البيئية طيب عندنا desert desert اللي هي الصحراء forest الغابة fresh water يعني مية عزبة grassland grassland بارد عشبية rain forest rain forest يعني غابات مطيرة marine marine معناها بحرية او حياة البحرية يعني تمام؟ storm 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 عاصفة area area منطقة thick thick سميك salt water يعني مياه مالحة fresh water مياه عزبة salt water مياه مالحة disease disease معناها امراض butterflies 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 يعني فراشات species 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 معناها فصائل roots 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 جزول طيب الناحية الثانية عندنا trip 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 رحلة south sinai south sinai يعني جنوب سيناء shallow 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 معناها ضحل يعني غير عميق illness 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 امراض community 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 mangrove forest mangrove forest يعني غابات المانغروف هنا soil soil تربة carbon dioxide carbon dioxide يعني ثانية اكسيد الكربون along the coast along the coast بامتداد الساحل grow out of معناها ايان مومن هنا بنقول along هنا بقول grow out of معناها ايان مومن فكري المصطلح ده عندي مهم save home save home موطن آمن لي save home بعدها بيجي for معناها موطن لي وهنا save معناها موطن آمن لي عافلين طبعا leaving things كائنات حية و non leaving things اشياء او كائنات غير حية طيب هنا interact with interact with يعني يتفاعل high out of high out of معناها اعلى من تمام species of معناها انواع من نبأ national park نبأ national park حديقة نبأ الوطنية عندنا global warning global warming احتباس حلالي زي ما قلت الكلمات دي كلها مش جديدة احنا اخدناها قبل كده نعرفيني الافعال المنتظمة وعرفيني الافعال الغير منتظمة قبل كده الافعال فيه زمن present وفيه زمن past النهاردة هنزود حاجة كمان وهي pp اللي هو past participle يعني التصريف الثالث للفعل الماضي او past هو التصريف الثاني للفعل والمضارع هو التصريف الاول للفعل او الفعل الافسه يعني ودا التصريف التاني لي ودا اض Survey الالت لي ده احنا بنحفظه كويس جدا نحفظه لي يامس علشان احنا بعد كده هناخد تصريف الثالث للفعل وازاي احنا نقدر ان احنا الفعل نجيب منه تصريف تالث زي ما كنا نجيب التصريف التاني اللي هو الماضي هنجيب بعد كده التوصيف التالت فدلوقتي احنا ذات عندنا القايمة دي لازم نحفظها كويس جدا سواء افعال منتظمة او افعال عندنا غير منتظمة تعالوا لقرأ عندنا يعني يصل في الماضي هنا نفس الشيء هنا وهنا كمان زي بعض كلهم شايفين معي هنا زي بعض لكن تختلف برضو في اوقات عندنا هنا هنا تمام طيب الافعال الغير منتظمة شايفين معي هنا طب هنا وهنا نفس الشيء برضو طب هنا ينمو استمع واقرأ بيقول هنا رحلتنا المدرسية لحضيقة نبأ القومية باية عن طريق او بسط هبا عصمان نبأ بيعرفنا عن نبأ بيقول 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 ان هي حضيقة قومية كبيرة جدا في جنوب سيناء يبقى هي منوجودة فين ساوست سيناء جنوب سيناء على امتداد بيقول الساحل هناك 4.8 كيلو متر من مانغروف توجد هي على بعد 4.8 كيلو متر من غابات المانغروف التي هي الأكبر في البحر الأحمر يعني هي الأكبر في البحر الأحمر We went there to learn why mangrove forests are so important for the marine ecosystem احنا ذهبنا هناك علشان نتعرف ليه أشجار او ليه غابات المانغروف دي مهمة جدا للكائنات البحرية او للنظام البيئي البحري ليه هي مهمة علشان كده احنا رحنا الرحلة دي طيب بيقول هنا عندما وصلنا للشاطئ نحن رأينا الأشجار شايفين معايا هنا عندنا طبعا متكلم في زمن الماضي لأن الرحلة انتهت خلاص فانا عندنا ده زمن الماضي المضارع منه قلنا سيم احنا شفنا ايه أشجار يعني بيقول بتنمو يعني من البحر شايفين معايا سلطة في البكتشة اللي قدامكم دي تمام بيقول معظم الأشجار معظم الأشجار لا تستطيع أن تنمو في المياه الملحة لكن بط مانجروف تريز كان لكن عندنا المانجروف تريز يمكنها أن تنمو فهنا عندنا استخدمنا بط علشان الجملة فيها تناقض بنقول ان معظم الأشجار ما بتقدرش تنمو في المياه الملحة لكن عندنا المانجروف تريز بيمكنها أن تنمو فهنا استخدمنا كمان بط زي هاف اميزنج روز يعني عندها جذور مزهلة شايفين معايا شكل الجذور بتاعها ازاي شايفينها يعني بيقول لك اللي هي تنمو أعلى من تنمو أعلى مين بتنمو فوق الميا يعني شايفين معايا ازاي شكلها فوق الميا على عكس التريز التانية بتكون تحت التربة لكن هي عندنا دي موجودة فين يعني أعلى المياه بيقول لك الجذور يعني يعني تفقد المياه لما بيكون يعني الجو حر جدا أو شديد الحرارة جدا فده الأوراق بتساعدها إن هي تمنع النباتات إن هي تفقد المياه من اللي بيعمل كده عندنا الأوراق تعلمنا إن أشجار المانجروف دي بتساعد البيئة في العديد من الطرق عندنا المانجروف تريز دي بتحمي بتحمي الكائنات الغير حية يعني إيه كائنات أو أشياء غير حية عندنا زي صايل التربة زي اللي هي الصخور زي ساند اللي هي زي وضر المية دي كلها بقول عليها والأشياء الحية يعني كل الكائنات الحية اللي بتكون موجود في زي عندنا مثلا أي حيوان يعني بيكون موجود فده اسمه أي يعني فده عندنا living things يعني فيه النظام البيئي البحري لما بيكون فيه عواصف يعني بيقول جذرها العميقة بتعمل بتوقف توقف حركة الرمال بعيد الغباد دي أيضا موطن للعديد من الحيوانات safe home for موطن آمن للعديد من الحيوانات بيقول hundreds of different kinds of fish يعني بيقول هنا مئات مختلفة لأنواع الأسماك والبير وإنسكت and other animals live in the mangrove forest يعني بيقول بيكون فيه المئات من الأنواع المختلفة للأسماك والطيور والحشرات وحيارات تانية بتعيش في المانغروف forest غابات المانغروف we could see many little fish swimming in the shallow water يمكن أن نرى العديد من الأسماك الصغيرة يعني بتعوم في shallow water في المية الضحلة among the roots بين الجزور بتاعت الأشجار هنا حتلاقوا فيها عندنا little fish سمك صغير خالص حتلاقوا موجود عندنا في the roots among the roots بين الجزور دي where حيث bigger fish and other animals السمك الكبير والحيارات التانية couldn't catch them ما تقدر ان هي تمسكهم طيب that is how mangrove trees help young fish survive شفتم معايا ازاي يبقى عندنا الصمك الصغير بيروح هنا عندنا في الرؤوس دي في الجزور فبالتالي الصمك الكبير ما بيقدرش ان هو يمسك الصمك الصغير ده فبالتالي عندنا المانجروف تريز دي help young fish survive بيساعد الصمك الصغير ان هو يبقى على قيد الحياة الاوراق بتاع اشجار المانجروف دي take four times more carbon dioxide from there than other kinds of trees عارفيني الاشجار بتعمل ايه احنا عارفيني ان الاشجار بتعمل ايه تمتص carbon dioxide from there صح تمتص ثان يمسك carbon من الجو اثناء الفاتو census process اثناء عملية البناء الضوئي عندنا المانجروف تريز دي كمان بتتمتص عندنا carbon dioxide but 4 اضعاف باقي الاشجار يعني الكمية اللي بتتمتص ها من سنسيد carbon من الجو اكبر ب 4 مرات من اي شجرة تانية بيقول mangrove trees help us with with global يعني ان هي بتساعدنا في الاحتباس ده لما بيكون ثانية مكسيد الكربون بيكتر جامج في الجو ده بيؤدي الى ارتفاع في درجة الحرارة فبالتالي ساعدنا يعني في عدم حدوث اللي هو التكون الحلالي او الاحتباس الحلالي دي لان نحن تص اربع اضعاف من كمية ثانية مكسيد الكربون الموجودة في الجو we also saw small yellow flowers on the mangrove trees كمان بتشوف عندنا في ظهور صغيرة لونها اصفر موجودة على اشجار المانجروف there were a lot of bees ويوجد الكثير من bees النحل and other insects وحشرات تانية on them عليها bees make a special honey النحل ده بيعمل ايه بيعمل عسل خاص كده او مميز from the mangrove from the mangrove flowers من يعني ظهور المانجروف ده بيعملوا منها عسل people say mangrove honey الناس بتقول ان mangrove honey عسل اللي هو المانجروف ده helps fight some illnesses بيساعد في محاربة بعض الامراض and disease يعني الامراض تمام طيب بعد كده بيقول هنا what i liked most about the mangrove was seeing all the different species making a community اللي اعجبني بشكل اكثر اشجار المانجروف اللي احنا شفناها في الكثير من الانواع المختلفة في نظامنا البيئي النباتات والحيوانات والحشرات كلها كلها بتتفاعل مع بعضها to survive الكل في النظام البيئي بيحصل كله يعني بتفاعله مع بعضهم البعض زي ما قلنا قبل كده ما فيش حاجة في النظام البيئي بتشتغل وحدها كله بيساعد كله وزي ما تكلمنا قبل كده في منهج الساينس تكلمنا عن food chain وعن food web شبكات الغذاء وثلاثة الطعام وزي كل حيوان بيعتمد على غيره في الحصول على food الطعام فبالتالي عندنا الاجو سيستم بيكون في interact يعني تفاعل مع بعضهم بيقول أنا لم أرى لذلك العديد من الفصائد المختلفة من الفراشات تعالوا هنا مع بعض شو بيقول ايه بيقول ايه مقدار الكربون ديوكسيد الأشجار أو الأوراق المانجروف دي بتاخده هقول عندنا فور طايمز هقول كام هقول عندنا فور طايمز أول واحدة فو خالص طيب بيقول هنا ليه النباتات والحيوانات والحشرات بتتفاعل مع بعضها البعض هقول عندنا to survive علشان تبقى على قيد الحياة تعالوا بيقول هنا ما الذي يعيش فيه النظام البيئي المختلف عندنا الاجو عندنا الديزرد الديزرد دي عندنا الكائلات الحية اللي بتعيش في الديزرد الجمال والسحالي والسعالب وعندنا الأشياء الغير حية زي الموجودة في الصحرة عندنا زي ساند الرمال والرين فورست الحشرات السعبين والمانكز القرود والنون اللي موجودة في الرين فورست اللي هي الصاير مارين عندنا زي مين زي الشعب المرجانية والنون زي الراكس وي الوضر فشفين معايا كل نظام بيئي فيه كائنات حية وكائنات غير حية كلهم بيحصل ما بينهم تفاعل عندنا زي والعشب يعني والأعشاب وعندنا وعندنا الصاير اللي هي الطربة اللي بتنمو فيها الجراس لنشوف مع بعض هنا لو لاحظتم معايا هنا السؤال الأول ده إحنا هنحل من غير لحاجة بيقول هنا النبأ موجودة في جنوب هقول صيناي على المتداد الساحل there are 4.8 علي عندنا حوار ما بين علي وصارا هاي سارا where did you go yesterday يعني أين ذهبتي بالأمس I went on a school رحنا رحلة مدرسية قاله trip to نبأ لحاجة نبأ القومية where is نبأ النشمن park في الحاجة نبأ القومية دي it is in south هقول صيناي يعني في why did you go there to learn many mangroves عشان نتعلم يعني ليه أشجار المانجروف دي are so important for the هقول marine فعندنا دي number three marine ecosystem بعد كيف تقول لها what are some of the living things in a marine ecosystem ايه بعض أنواع الكائنات الحية المنجودة في النظام البحري hundreds of different kinds of عندنا مئات الأنواع المختلفة من fish عندنا الأسماك فهينا عندنا حك fish متأسفة جدا على الأصوات المنجودة حوالي تمام تعالشوف اللي بعضه أتمنى من حضراتكم لو وصلتم معي لحد الجزئية دي تعملوا لايك للفيديو بيقول عندنا أشجار المنجودة دي ايه بيقول يعني الأكبر بتكون بتكون مهمة جدا طيب اللي بعدها بيقول هنا بتكون كسيفة جدا الأوراق mangrove trees help young fish too هقول survive إن هو يبقى على قيد الحياة بتساعد السمك الصغير يعني النحل بيعمل عندنا هاني عسل مميز بيقول هنا الكائنات الحية بيحصل لها بتعمل مع بعضيها الحيوانات والنبات عندنا دول هاي هقول كائنات حية اشجار المانجروز دي بتكون اشجار المانجروز بتكون خاصة لانهما بينمو فين ووضر هقول له في المية الملحة يعني اشجار المانجروف بتعمل ايه بتعمل ايه يعني اشجار المانجروف دي الاوراق بتاخد ايه هقول كاربون دايوكسايد اكتر من اي اشجار تانية يعني عسل العسل بتاع المانجروف ده بيساعد فيه محاربة ايه هقول يعني الامراض بيقول ايه بيحصل بينهم ايه هقول تعالوا نشوف اللي بعده طيب تعالوا هنا اول حاجة هقول ايه هقول اشجار المانجروف هقول بتساعد السمك الصغير هقول انه يبقى على قيد الحياة فدي عندنا كده دعالوا هنا هقول النظام البيئ هقول يعني يكون عندنا كل الحيوانات دي عندنا كده النباتات هقول هنا عندنا دي فدي كده نمبر ايد تمام هقول نقطة طيب بقى كده عندنا الكتر عادي خلاص احنا قرأ البيئي 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 يقول لي عندنا البيئي طيب living things are things such as plants and هقول البيئي والحيوانات هنا what is an ecosystem هو ايه ال ecosystem ده هو ايه ال يعني النظام البيئي النظام البيئي اني عندنا all animals and planets in an area تمام why do the different species in an ecosystem need each other ليه الفصائل المختلفة في النظام البيئي بتحتاج لبعضها البعض تعالوا مع بعض هنا عندنا هقول to survive علشان تبقى على قائد الحياة مع بعض هنا هنبدأ بتكلم عن ضمائر الواصل ضمائر الواصل عندنا زي هو حد هيقول يا ميس احنا عارفنا احنا خدناها قبل كده اللي هي ادوات الاستفام هقول لكم لا ادوات الاستفام غير ضمائر الواصل ادوات الاستفام بتيجي في اول السؤال وبسأل بيها عن الشيء مثلا هو بسأل عن الشخص وطبعا بتيجي في اول السؤال والسؤال بينتهي بعلامة الاستفام لكن النهار اللي هناخدها اسمها ضمائر الواصل من اسمها الواصل يعني بوصل بيها الكلام او بربط بيها الكلام عندنا هناخد هو ويتش وير ركزوا معايا في كل واحدة من دول عندنا هو دي معناها الذي او التي لكن خدوا بالكم كويس بسأل بيها عن العاقل عن مين عن العاقل يعني قبلها لازم يكون فيه شخص عاقل بسأل عنه يعني او بتكلم عنه لما اقول انا عندي صديقي حبدأ اكمل الكلام وتكلم عنه هقول هم الذي يعيش فيه شبه جزيرة سيناء هنا هقول ويمت احنا قبلنا امان ده عندنا ايه عاقل هكمله واقول هุ لازي In a Garden بيعمل في الحديقة طيب عندنا وتش ويتش بردو معناها الذي او التي يعني مثل انتي قلت فوق ردو هم معناها الذي او التي قلتم هم الذي او التي لكن للعاقل يعني قبلها بيجي شخص عاقل يعني انسان تمام اما عندنا ويتش بيجي قبلها بردو بمعناها اللذي او اللتي لكن بيجي قبلها غير عاقل يعني يجي تابو ليجي بوك يجي عندنا ويندو اي ان كان الشيء لكن الشيء غير عاقل يعني غير البشر طيب بيقول هنا عندنا ملاك هاز ا بوك ملاك مع ايه معاه كتاب والكتاب ده ايه غير عاقل اللذي is about الذي عن ايه عن النباتات في شبه جزيرة سيناء تمام يبقى هنا عندنا وش بيستخدمها على بيستخدمها ليه سينجز الاشياء عندنا وير وير بستخدمها معناها حيثو للمكان يعني فور بليسز للاماكن لما اقول وي ليرنت قلت اباو زي اريا احنا تعلمنا الكثير عن شايفين معايا كلمة اريا دي معناها ايه بليس مكان يعني او منطقة وير زي ليف احنا تعلمنا المنطقة حيثو هم يعيشو فهنا استخدمنا قبلها ايه مكان تمام معناها تعالوا هنا جاي ملحوظة مهمة ايه الفرق ما بين اسم المكان والاسم الغير عاقل ايه يعني دلوقتي انا لما اجي هقول لك ده عندنا المحل او هذا المحل يعني حيثو انا اشتري من احتياجاتي قبلها ايه قبلها شاب وشاب ده عندنا ايه بيقول يا ميس شاب ده عندنا محل يعني مكان طيب تعالوا هنا ده عندنا بيقول هذا محل يعني اللي بيفتح بدري او يفتح مبكرا طيب تعالوا هنا يا ميس احنا اخترنا هنا ليه عندنا وش وهنا اخترنا عندنا وير طوام ما عندنا هنا شاب مكان وهنا عندنا برضو نفس الكلمة دي معناها مكان هقول لك لأ عندنا هنا this is a shop يعني هذا المحل where hi so i buy my needs انا اشتري منه احتياجاتي فانعرفت كده ان المحل ده مكان انا بشتري منه احتياجاتي فانا هاخد where لكن هنا قلت هذا المحل اللي بيفتح بدري انا هنا ما وصفتش ان هو مكان انا وصفه بقول ان هو بيفتح بدري بتكلم عنه ان هو يفتح امتى ما قلتش عندنا ان هو ده مكان لكن انا قلت ده مكان بشتري منه تمام يبقى عندنا اسم المكان يعبر عن نشاط نقوم به داخل المكان حاجة احنا قمنا جواها احنا بالمحل ده بنشتري منه ايه بشتري منه احتياجاتي لكن هنا انا بقولك ان هو بيفتح فبالتالي هنا عندنا شاب دي غير عاقل فهستخدم معها وتش اللذي لكن هنا حيث انا بشتري منه هنا الاسم الغير عاقل لا يعبر عن نشاط نقوم به داخل المكان تعالوا كده مع بعض هنا جايب جزء الريت طبعا ده نقرأ الوحدنا انا برضو هشرح لكم بس ايه في الجمل المكان هل يعني انت تذكرت ابن خالي علي او ابن عمي علي بيقول هنا يعني يعيش في شبه جزيرة سيناء عندنا مين ده عندنا علي يبقى انا هاخد ايه هوم احنا تعلمنا الكثير عن المنطقة بيقول يبقى ده عندنا ايه مكان هقوله هم يعيشوا هم يعيشوا بالقرب من الجبل الذي يدعى جبل سيناء فهنا عندي انا قلت ايه قلت عندي الجبل ده الذي يدعى فالجبل ده شيء غير عاقل فبالتالي انا هاخدار ويتش عندي ام نخال تاني بيقول ليفز نير اوادي بيعيش يعني بالقرب من الوادي فانا هقول له هوم هاخدار عندنا هوم اللي بعده بيقول اوادي ايكو سيستم ايز نورمالي دراول انا هقول له ايه ويتش يعني حيث انه جاف مش هاخدار عندنا ايكو سيستم ده هتقول ان هو مكان لكن هو بيوصف المكان ده بيكون ان هو ايه طيب عندنا وي مت امان احنا قبلنا راجل تمام بيقول ووكس ان اجاردن يبقى ده عندنا عاقل هاخدار هوم اي هاف افريند انا عندي صديق تمام يبقى ده عندنا شخص عاقل هو ليفز ان الكزاندريا بيعيش في اسكندرية طعنش في اللي بعده هنا بيقول كايرو ايزا سيدي ماي انكل ليف بيقول القاهرة مدينة بيقول عمي بيعيش فيها فهنا عندنا هو بيتكلم عن المكان هقوله where حيث اني عمي بيعيش فيها مونة بتدينا تين من الحديقة بتاعتها عندنا الفيكس ده ايه ده غير عاقل يبقى انا على طول هاختار which تمام طيب number 10 these are the boys يعني هؤلاء اولاد ما لهم are very good at science يبقى هقوله هو ان هما شاطرين يعني في science زيكم كده this is the store يعني ده متقر you can buy some sweet ما كان باشتري منه حلويات او باشتري منه عندنا ايه بيقوله حلو البرتقال فعندنا هختار where this is a medicinal plant ده نباة طبي بيقول is good for tired people يعني ليه الناس اللي بيكونوا تعبنين فهختار عندنا which لانه غير عاقل do you know my aunt هل انت تعرف خالتي طبعا ده عاقل يبقى هقوله هو number 14 i know a nice place يعني انا اعرف مكان بيكون جميل we can go for holiday فطبعا ده مكان يبقى انا هسأل اقول where younes is a boy younes ده ولد هقوله who wants to be a scientist عاوز يكون عالم ملك has a book عندها كتاب is about طبعا ده غير عاقل الكتاب يبقى هسأل واقول which هنا بيقول do you know the house هل انت تعرف المنزل بيقول my grandparents leave يعني اللي بيعيش فيه جدي فبيسأل عن المكان فبالتالي انا هختار where اللي بعده i have a friend انا عندي صديق تمام يبقى عطول عنده صديق ده عاقل هختار who this is the house ده عندنا البيت بيقول i was born يعني انا اتولدت فيه يبقى على طول هختار where i have a sister انا عندي اخت فهنا بيقول is very kind عطوفة جدا هقول له who يعني انها عطوفة او التي عطوفة جدا تعالوا الحل مع بعض السؤال ده بيقول هنا read the correct the underlying word صحح الكلمات التحتها خط فعندنا هنا بيقول this is my friend طبعا ده صديقي هقول له who يعني اللي احبه we met a boy احنا قبنا الولد leave in Cairo يعني بيقول اللي بيعيش في القرية اللي بيعيش في القاهرة فعندنا boy ده ولد فهاختار هقول هو الذي يعيش في القاهرة احنا هنا مش بتكلم عن المكان اللي بيعيش فيه احنا بتكلم قبلة الواد اللي بيعيش في القاهرة this is the mountain who is called mount Sinai يبقى ده الجبل بيقول اسمه فانا هاختار واقول which الذي يعني اللي هو اسمه ايه بيقول i have a son انا عندي يعني بيقول is very good at swimming جيد جدا في السباحة هقول who الذي جيد في السباحة طيب هنا بيقول she has a book book غير عاقل يبقى انا هاخد which this is the mall ده عندنا المول بيقول you can buy بشتري منه حاجات يبقى ده مكان هقول له where Sara is a girl Sara يعني بنت هنا طبعا دي بنتة يبقى انا هقول له who عندنا عاقل تمام البنت دي عاقل هقول له هي اللي ايه عاوزة تكون دكتورا تعالوا نحلوا مع بعض هنا سؤال زيمة امان يعني بيعمل في الحديقة هختار who يبقى انا هقول له زيمة امان هشيل عندنا هربط ما بين الجملتين بالتالي يبقى انا هشيل النقطة دي تمام وحشيل عندنا ايه هقول له ايه زيمة امان who وحط عندنا who ويعمل في الحديقة عشان انا بسأل عن who فمش هايفة ان انا احط عندنا الفاعل خلاص حدت مكان و هو وربطت بين الجملتين او وصلت بينهم he showed them his he grows medicinal plants in it يعني بيزراعوا نباتات فيها عندنا هي وضحت له من الحديقة دي المكان فعندنا هشيل النقطة دي وحكتب كده هنا عندنا ايه where حيث المكان اللي هو بيزرع فيه بعد كده هكمل الجملة بتاعتي مفيش اي مشكلة هنا اشرف is my friend عاوز هو يبقى انا هشيل عندنا هي وحطه هو وبشيل برضو النقطة وكمل الجملة هنا يعني صيف ده فصل هشيل عندنا ات واشيل النقطة واقول تمام هنا هقول يعني مكان بيقول ده مكان هشيل عندنا النقطة هقول له حيثو عن الغذاء بتاعها وزي ما شفتم معايا ده كان درسنا النهاردة اسفة جدا لطولت عليكم وقت الفيديو لكن علشان ننجس شوية في المنهج اتمنى من حضراتكم التوفيق والنجاح وتعملوا لايك للفيديو علشان تشجاوين ان انا انكمل معكم شكرا للمشاهدة باي باي اشتركوا في القناة